لذلك سيكون معنا حاضر الدكتور أحمد عطية دهشان يستشاري التغذية العلاجية ده نوعي الناس للأسف هنا في ناس بلا استثناء تقعد فترات كتيرة كبيرة جدا تاخد أدوية معينة علشان تجهز الموضوع ده يكاد يكون متاشر علشان كده يا جماعة عايزين بقى نتكلم في الجانب الطبي بعيد بقى عن كلام الناس والدجل والشعوزة وإن أنا لازم أخذ الحبال فرانية وللأسف حاجات غير مرخصة نعرف الوزن الطبيعي أننا نطرح طول بتاعنا مية يعني لو طولي مية وسبعين يبقى الوزن الصحي بتاعي سابعين وأقل من كده نحافة وبعنا كده عرفنا إيه هي النحافة هي الفحوصات الطبية إن أنا دلوقتي خلاص أنا عندي نحافة طب إيه السبب؟ هلأ لأنا أخذ حباية الفلانية دي تمشي عليها لفترة كبيرة جدا من الوقت هي اللي هتكون الالاج للمرض بتاعي طب أعرف السبب أعرف يا جماعة أريد أن نوصل رسالك بجده إن جسم الإنسان ده أعقد تكوين موجود في العالم اللي ينفع لشخص ما ينفعش للتاني ما ينفعش يعني للأسف المفهوم ده غير واضح فأعرف السبب اللي موجود جسم قد يكون النزول الوزن ده ممكن يكون سبب مرضي صحيح كيف ممكن يتأكد من الحاجة دي من خلال فحوصات أو أعني أيوة طبعا في البداية زي ما احنا أقول لك كده بنعمل تحليل الصور الدم كاملة علشان نتأكد أنه لا يوجد أنيميا الأيميا سبب رئيسي في النحافة وفقد الوزن قد تكون مشاكل في الددان في الأمعفة بنعمل تحليل براز لعينة صباحية علشان نتأكد أنه بالفعل لا يوجد مشاكل لا يوجد ددان أو شيئا علشان نتأكل والددان يتأكل الأكل اللي نحن نأكل فنستفيد والمعدة زي ما ذكرت أنت في الحلقة اللي فاتت في فغرة كبسولة البيان مهمة جدا يعني فحوصات للمعدة أيوة فحوصات البول نحتاجين صورة دم كاملة فحوصات للبول فحوصات للغدة الدرقية يعني دية التحليل الأساسية اللي احنا ممكن نعمل لأنه عندنا حافة أنت بتأكد الحمد لله لأنا ما عنديش خلال مرضي عنديش خلال مرضي خلاص يبعنا كده تماما ما فيش أي مشاكل نبدأ بقى نتكلم قد تكون المشكلة نفسية أغلب خليف المك أكتر حتى في الرشدة بتاعتي يعني مش رشدة انها مجرد أن نكتب الأدوية وبس كده لا الموضوع يا جماعة لا تسمح لأي حد أنه عصابك Wooh لأنك إنه سيكون لالك العرض نصيحة مستمر أنت هي30 اشترك أنتي لالك العرض يساق بسبب يمثل يمثل العمل لأنه تتهاليَ سليم لا يوجد سيري الحمد لله وحذرة انا توجد كبير في أه Spiel و مش عارف اعمل ايه و وشوف اللي حال بقى الهن هي بتفكر كتير بيجي لها قلق بيجي لها توتر بيحصل لها اكتئاب بسبب التفكير الضغط النفسي طبعا يجب ان نعالج الضغط النفسي في البداية للجاة السريعة احنا دلوقتي عايزين ندي فيتامينات فيتامين دال و فيتامين بي سيكس عايزين ندي املح الكالسيم بالماغنيسيوم لان غالبا بيجبهم نقص كبير جدا فيه كي ما انCheckة الوجبة المقترحة تستفيد اما الشخص들이 نستخدم المشروبات السريعة صباحاً كل يوم ستحصل لهم الحالة المزاجية ستنشط لهم الدورة الدموية ستجعلهم في حالة نفسية تكاد تكون كويسة سترايح لهم أعصابهم فيكونوا رولاكس أحسن ونستطيع أننا نحل المشكلة بشكل أسهل طيب جميل أنا شكر لك جداً من دكتور أحمد أعطي دهشان استشاري التغذية العجلية